السلام عليكم يا أصدقاء وأهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد وكالعادة على قناتكم جيمز بارك أتمنى أن تكونوا إن شاء الله ودائما بأفضل أحوال وبصحة جيدة وفي فيديو الجديد يعني الخاص باليوم أصدقاء سوف نتعرف على خطط جديدة تمت إضافتها كما جاءت العادة لكن الشيء الجديد في هذا الفيديو الخاص باليوم هو أننا لن نتعرف على خطة واحدة أو خطتين أو ثلاث خطط أو حتى أربعة خطط بل سوف نتعرف على السبع خطط الجديدة والشيء الجديد كذلك في هذا الفيديو أن هذه الخطط لن تكون خاصة بفرق بل سوف نتعرف على خطط خاصة بمنتخبات من جميع أنحاء العالم يعني منتخبات في أوروبا في آسيا في أفريقيا سوف يكون هناك تنوع كبير في هذه الخطط حتى تكون هناك فرص كبيرة لجميع الأشخاص حتى يجدوا الخطة المناسبة لفريقهم وحتى يجدوا الخطة المناسبة لسفايل أدعب المناسب لهم أصدقاء وقبل السرع والدخول في هذا الفيديو أتمنى من أي شخص يشاهد هذا الفيديو أن يضغط على الزر لايك الآن وكذلك إذا كانوا يشاهدوني الأول مرة أن يشترك في القناة وتبحث زر الزرس ثم ترك تعليق محفزنا لنستمر في تقديم محتوى جيد وفيديوكم يا أصدقاء والآن نضغط على أكسترا ثم يوزر انفورميشن كما جراش العادة دريمتي ثم نضغط على بيستي بعد ذلك سوف تظهر معنا جميع القارلات نضغط على أوروبا بعد ذلك نقوم بنزول نضغط على ناشيونال هنا بكم تشاهدون أو المنتخبات ونقوم بنزول أول منتخب معنا في هذا الفيديو وهو منتخب سلوفاكيا منتخب سلوفاكيا أصدقاء لديهم خطة متميزة ورائعة حسب تجربتي الشخصية صراحة كانت واحدة من بين أفضل الخطط التي كنت أفضل اللعب بها وخطة جيدة كذلك كانت مناسبة لصراحة في سواء أولاين أو كذلك الأوفلاين يعني وأردت أن أشارك معكم هذه الخطة نقوم بنزول على جيم بلان ثم المدرب ثم فورميشن تشيج ثم ديفولز وتظهر معنا خطة منتخب سلوفاكيا الجديد والرائح في هذه الخطة الخاصة بمنتخب سلوفاكيا هي أنه تلعب برأس حرباء واحد ولكن هذه المرة يقول لك أطراف لكن ليس لديك أجنحة LWF أو RWF بل لديك لعبين IMF يعني وسط ميدان مهاجم يعني أي شخص يريد الاستحوات في وسط الميدان واللاعب على استحوات فهذه الخطة هي المناسبة له وهي أفضل شيء مناسب يعني لستايل الاستحوات كما تشاهدون وسط ميدان متقارب ويعني ملتصق في بعضهم البعض يعني خطوط متقاربة مما يساعد على تدوير القرى بشكل رائع وبشكل جيد وسريع في وسط الميدان يعني هذه هي الخطة مناسبة لستايل الاستحوات كذلك إذا كان لديك IMF يعني السريعين يمكنك استعمال هذه الخطة في الهجمات المرتدة السريع لكن شخصيا أفضل أن تستعمل هذه الخطة في استايل الاستحوات لأنها سوف تكون أفضل شيء معك صراحة خاصة مثلا إذا كان لديك لاعبين SMF يعني جيدين فهذه الخطة تكون من بين أفضل الخطة للسايل الاستحوات وأتمنى أي شخص يلعب بالسايل الاستحوات أن يقوم بتجربة هذه الخطة صراحة خطة رائعة يا أصدقاء كما تشاهدون خطوط متقاربة وتدوير الكرة سوف يكون بشكل سريع والآن ننتقل إلى الخطة الثانية بسرعة ونقوم برة أخرى بالتغط على اكسترا وكل تلك الشيء يعني أصبحتم تعرفون الآن يعني بريقة تغيير الخطة لأنه صراحة أمر بسيطي أصدقاء وننتقل إلى الخطة الثانية نضغط على ثم نضغط على ونضغط الآن يعني الآن سوف نذهب إلى آآ نقوم بالذهب إلى آسيا ونقوم نضغط على ونضغط على كوريا كما تشاهدون الجمهورية كوريا أصدقاء نضغط عليها ونقوم بالضغط على مرة أخرى ونقوم بالعودة إلى ثم نقوم بالضغط على جيم بلان ثم المدرب ثم فرانيشن تشينج ثم ديفولت وتدار معنا هذه الخطة المتميزة بصراحة كما تشاهدون يمكنك اللعب بهؤلاء اللاعبين على شكل المف مثلا يعني أنا وفضل صراحة أن تتركهم المف حتى تكون الخطة هجومية كما تشاهدون المف وكذلك نقوم بجلب لعب آخر المف حتى تكون الخطة متكاملة وهو جيدة أنا رأي لعب آخر مثلا هنا في رينبونغ وتكون الخطة جيدة ونقوم باستعمال مثلا كآخر يعني حسب اختيارك ونقوم باستعمال مضابي كمهاجم تاني يعني لعب برأس حربة يمكنك استعمال مضابي او اي احد هؤلاء رؤوس الحربة كمهاجم وهمي او مهاجم تاني وهذه الخطة مناسبة لهجمات المرتدة وصلها الاستحواذ ويمكنك كذلك استعمالها قليلا للعب على الاطراف نظرا لهؤلاء يعني اللعبين الار ام اف والال ام اف السريعين وخطة متميزة صراحة دفاعيا وهجوميا ومتوازنة من جميع النواحي والآن أصدقال ننتقل الى الخطة الثالثة معنا في هذا الفيديو ونقوم كذلك مرة اخرى بالضغط على اكسترا نقوم بتسريع الفيديو قليلا حتى لا يكون يعني الصراح طويل ويكون كذلك الفيديو طويل عليكم أصدقال نضغط على Flint ثم نقوم بالضغط على اوروبا ثم المنتخبات مرة اخرى ونقوم بالبحث عن المنتخب الثالث معنا في هذا الفيديو نقوم بالنزول هنا كما تشاهدوني اصدقاء نقوم بالنزول ونقوم بالبحث عن المنتخب الثالث معنا في هذا الفيديو ونقوم بت promptedه وهو منتخب ارميني يعني منتخب كذلك الذي يهم خطة جيدة رغم ان هذا المنتخب ليس معروف كثيرا لكن الخطة التي يلعب بها خطة محترمة وتستحق التجربة. نقوم نضغط على فوتبول ووور. ثم مرة أخرى. ثم المدرب مرة أخرى. وهذه هي الخطة الرائعة والجيدة والتي أفضل صراحة أفضل أن يلعب العديد من الأشخاص خاصة إذا كان لديه مثلا لاعب كمهاجم ثاني أو اس اس كما تشاهدون أو مهاجم مهمي مثلا في عقود الترشيح الذي كنت قد نصحتكم به في فيديو سابق. سوف يكون مفيد لك كثيرا وصراحة سوف يكون يجب عليك العلول هجومية كبيرة في هذه الخطة. كذلك يمكنك الاعتماد على اللاعبين آآ آآ يمكنك تحويلهم الى سا ام اف وكذلك اللاعبين هنا في آآ منتصف الملعب يمكنك تحويلهم يعني من آآ يمكنك تحول مصام اف إلى د ام اف كما تشاهدون يعني يمكنك اللاعب ب آآ خطوط خطوط دفاعية متوازنة وجيدة وهذه الخطة مناسبة كذلك لستايل الاستحواد. تقريبا جميع الخطط تكون مناسبة لستايل الاستحواد بشكل كبير. ويمكنكم الاحتمامة تقريبا على جميع الخطط في استيلا استحواد. وكذلك الهجمات على المرشدة السريعة. اذا كان لديك مثلا هؤلاء اللاعبين هنا المف سريح. وكذلك لديك لاعب اخر مثلا في مبونج هنا المف هنا سريح. لهذه الخطة سوف تكون جيدة معك وتعطيك علول هجومية ودفاعية جيدة. والان الى الخطة الرابعة معنا في هذا الفيديو يا اصدقائي. ونقوم بالعودة والضغط على اكسترا. ثم نقوم بالضغط على اكسترا. والخطة يعني الرابعة هنا نضغط على اوروبا. ثم نقوم بالنزول ونضغط على الناس هنا مرة اخرى. يعني اوروبا دائما ما نبقى فيها ونضغط الان على منتخب تورك الذي سوف تجده مباشرة بعد منتخب ارمينيا. ثم نقوم بالضغط على ثم نقوم بالضغط على المدرب ثم وتظهر معنا الخطة. هذه الخطة هي خطة دفاعية بشكل كبير. يعني اي شخص يريد خطة دفاعية لن يجد صراحة افضل من هذه الخطة. حتى اذا كان يلعب بخمس مدافعين فلن تكون لن يكون يعني الاداء الدفاعي لأولئك الخمس مدافعين افضل من الاداء الدفاعي في هذه الخطة. لان هذه الخطة كما تشاهدون متراجعة بشكل كبير. خاصة اذا كان لديك لاعبين دائم اف يعني يمكنك اه تحويل اي هنا نجد اي لاعب مثلا دائم اف لديه في التشكيلة. واقومتا باللاعب بكيسي هنا دائم اف. سوف يعطيني يعني اداء جيد في مركز اه الارتكاس بجانب كيميش كذلك نقوم بتحويله الى دائم اف. وكذلك اللاعبين هنا الام اف اذا كنت تريد يعني بعض الاداء الهجومي والدكاعي في نفس الوقت يمكنك الاحتماد على لاعبين الام اف ور ام اف. لكن اذا كنت تريد خطة دفاعية بامتياز فلن تجد افضل من ان تقوم بتحويل هؤلاء اللاعبين الى السيم اف وبعد ذلك لن يستطيع اي شخص او اي مهاجم اختراق هذا الدفاع نقوم باضافة اي لاعبين يعني السيم اف لدينا في التشكيلة نقوم باضافة مثلا هذا اللاعب هنا ونقوم كذلك باضافة في الجانب الاخر مثلا في اه جانب فرنبونج والان هذه هي الخطة كما تشاهدون لن يقوم اي شخص باختراق هذا الدفاع القوي وصراحة دفاع منظم وجيد ومحترم ولن يستطيع اي شخص المورد وكذلك خطة مناسبة للهجمات المرتدة كما تشاهدون فهي خطة دفاعية بشكل كبير مما يعني انها سوف تكون جيدة في الهجمات المرتدة ونقوم مثلا باضافة ميسي في جانب يعني في مكان اه ليفاندوسكي نقوم باضافة مثلا ميسي في مركز الايم اف لانه لاعب سريع يعطيك حلول هجومية ويمكن كذلك تعويله الى سيم اف لتكون يعني الخطة دفاعية مئة بمئة لكن سوف يكون هناك ضعف في الهجوم في الهجوم لذلك نترك مثلا ميسي في مركز ايم ايف وهالاند في مركز رأس الحربة الصريح وتبقى الخطة هكذا اربعة اربعة واحد واحد وهي خطة جيدة كثيرا في الدفاع وتعتمد على الهجمات المرتدة بشدة والان يا اصدقاء مع الخطة الخامسة معنا في هذا الفيديو ونقوم كذلك مرة اخرى بالذهاب الى اكسترا وتم يزر ثم 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 وهذه المرة نقوم بتغيير القارة ونقوم بالذهاب الى افريقيا نقوم بالنزول نقوم بالنزول هنا نضغط على منتخب زامبيا ثم نقوم بالرجوع منتخب زامبيا كذلك لديهم يعني خطة محترمة ويمكنكم الاعتماد عليها اصدقاء نقوم بالضغط على اه المدرب ثم وتظهر معنا الخطة صراحة هذه الخطة كذلك اعجبتني بشكل كبير بعد التجربة وقررت ان اشاركها معكم يا اصدقاء نقوم باضافة في مركز الام اي فصراحة لم اجد اي لاعب يلعب في مركز الام اي ف مثل لاعب صون كذلك حتى فاتش يمكنه اللاعب في هذا المركز لكن صراحة كنت افضل صون سوف لكن بعد التجربة قمت باضافة صون في الشغط الاول وفاتي في الشغط التاني كذلك فاتش كان لديه اداء جيد ورائع صناحة في هذا المركز يمكنكم كذلك الاعتماد على رودريغ دي بول اذا كان لديكم في مركز او يمكنكم مثلا اعتماد على اللاعب في مركز الام اف يعني هناك لاعبين قلة يمكنهم اللاعب في مركز الام افي اصدقاء المهم هذه الخطة هي جيدة دفاعيا كذلك وجيدة وهجوميا صراحة خطة من بين افضل الخطط الموجودة في اللعبة خاصة اذا كنت تلعب بلاعبين يعني ارتكاز دام اف وتبقى الخطة مثلا يمكنك الاعتماد على ميسي كمهاجم تاني خلف هالند مباشرة ثم تلعب على الاطراف هنا يعني الكورات عرضية يمكنك استعمال اي لاعبين يعني اذا كان لديك لاعبين لديك ميزون بالسرعة في مركز الام اف والار اما اف سوف تيمكنك اللاعب على العرضيات مما يعني ان هذه الخطة تكون مناسبة لستايل اللاعب الخاص بالعرضيات وكذلك مناسبة لستايل الاستحواذ والهجمات المرتدة سواء الكورات الطاولة في الهجمات المرتدة او الكويك كونتر الهجمات السرعة يعني خطة محترمة وجيدة ويمكنكم استعمالها يا اصدقاء والان ننتقل الى الخطة السادسة معنا في هذا الفيديو اصدقاء نقوم بالرجوع ننتظر حتى اه نقوم بالرجوع ثم نضغط على اكسترا ثم هنا ثم نقوم بالضغط على بعد ذلك نقوم بتغيير القارة مرة اخرى الاصدقاء وندغط على صوت امريكا هناك اصدقاء ثم نضغط على ناشنال ونقوم باختيار منتخب الاكوادور كما تشاهدوني اصدقاء يعني حتى امريكا الجنوبية نقوم بالضغط مرة اخرى لامريكا الجنوبية فلفيها منتخبات يعني محترمة وفيها خطط جيدة كما تشاهدوني اصدقاء نضغط عليها ثم نختار منتخب كما قميت Lincoln سابقا نقوم بالضغط على ثم نقوم بالضغط على ثم نقوم بالضغط على بعد ذلك نقوم بالدخول الى الخطة ونختار يعني الضغط على المدرب هنا ثم وتظهر معنا هذه الخطة. خطة كذلك صراحة مميزة في الدفاع كما تشاهدون خاصة اذا كنت تلعب كالعادة بلعبين دعم اف وهذا هو الشيء الذي افضله اذا كان لديك يعني اه لاعبين هكذا في مركز وسط الميدان فافضل ان تتركهم دعم اف يعني لا تقوم بلاعب بلاعبين سام اف لانه حتى يعني في هذا المركز هنا كما تشاهدون في يعني في اه متوسط الميدان المتأخر لن يكون هناك اي تأثير في اللعب الهجومي لهؤلاء اللاعبين حتى اذا كنت تلعب يعني تعطيهم مركز سام اف لن تستفيد منهم باي شكل من الاشكال مثلا اذا كانوا هنا يعني هنا يعني يمكنك ان تلعب بهم كالسام اف يعني يقول لهم ادوار هجومية لكن هنا متأخرين جدا يعني 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 يعطيونك اي اه اي فائدة في الهجوم لذلك اتركهم فقط دعم اف واي لعب بالارتكاس حتى يكون لديك دفاع جيد لانه حقا اللاعبين متأخرين في الدفاع يعطونك عذاء جيد في مركز الارتكاس مثلا اذا كانوا متقدمين في يعطونك عذاء جيد اذا كانوا سام اف يفيدونك في الهجوم لكن هنا اترككم صراحة دعم اف وكما تشاهدون يمكنك اللاعبين لعبين ارعم اف والم اف وهؤلاء مثلا اللاعبين اذا قمت بتحويلهم الى سام اف سوف يعطونني اداء جيد لكن مثلا اذا حولتك سئلة لن يعطيني اي اداء جيد لكن افضل صراحة اترك هؤلاء اللاعبين هنا الام اف والم اف واللعب اي 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 ام اف وكذلك تحويله الى سام اف لكن افضل كذلك ان يبقى اي ام اف ومهاجم رأس حرب اصالح وتبقى الخطة هكذا اربعة اثنان ثلاثة واحد وخطة زيدة ومحترمة ومناسبة للاعب الاستحواذ والهجمات المرتدة وكذلك اللونج بول لكن اللاعب على الاطراف لن تكون مفيدة لك في اي شيء نظرا لغياب الاطراف واللعب يعني تراجع الفرق ما تشاهدون يعني خطة متراجعة ولن تفيدك في اه اللاعب على الاطراف ونقوم بالانتقال واختيار اخر خطة معنا في هذا الفيديو اصدقائي نضغط على ثم ونورد انت سنترال امريكا هذه المرة هذا هذا القارعية التي سوف نختار ثم نختارها على ونختار منتخب جاماكا ثم نقوم بالرجوع ونقوم بالضغط على باك مرة اخرى ثم ونضغط على المدرب واخر خطة نضغط على ونقوم بالضغط على وتظهر معنا الخطة وصراحة خطة اربعة اثنان بشكل رائع صراحة وكما تشاهدون يعني هؤلاء المهاجمين متقاربين بشكل جيد ويعطونك كذلك حلول هجومية نظرا كذلك لاضافة هؤلاء اللاعبين يعني ال RMF والRMF يمكنك استعمالهم كLWF وMWF يعطونك كذلك اذاء هجومي جيد كما تشاهدوني اصدقائي يعني تقدمانهم للعب كرة عرضية خاصة اذا كان لعب RMF سريع مثل دائما افضل ان العب صراحة في مركز RMF نظرا لتوفري على الصرعة وكذلك يساندوني هجوميا ويساندوني دفاعيا وكذلك يلعب كرات عرضية وكذلك هؤلاء اللاعبين في وسط الاميدان دائما واكرر ان تقوم باضافتهم كلاعبين دائما حتى لا يكون هناك فرغات دفاعية خاصة في الهجمات المرشدة لان هؤلاء اللاعبين يعني اذا كانوا يلعبون سام اف سوف تعاني في الهجمات المرتدة اي شخص يلعب امامك وتقول له هجم مرتدة سوف تجد انه لا يوجد اي وسط ميدان خاص بك لانظرا لتقدم وسط الميدان وسوف تعاني الدفاعي لذلك اترك هؤلاء اللاعبين دائما حتى يساندون الدفاع ويلعب الام اف ور ام اف وكذلك تلعب بمهاجمين صارحين ممكنك تحويل اي احد منهما الى مهاجم تاني اس اس وتبقى الخطة هكذا اربعة اثنان 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 في حالة قمت بتحويل هذا المهاجم الى اس اس وتقوم بالرجوع وتحويلها الى اربعة اربعة اثنان في في حال تحويلك هذا اللاعب الى يعني اه كما تشايدون الى لعب رأس حرب اصالح وهو اللاعبين في وسط الميدان يتحكمون يعني في رتم المباراة يعني تقوم بتحويل مثلا هذا اللاعب الى سام اف وهذا اللاعب الى سام اف تقوم بالرجوع وتحويل الخطة الى اربعة اربعة اثنان لكن وفضل ان تترك الخطة اربعة اثنان 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 صراحة هو افضل شيء يمكنك الاعتماد عليه اربعة اثنان 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 تبقى الخطة هكذا مناسبة لستايل العرضيات والهجمات المرتدة السريعة والكرة الطاولة في الهجمات المرتدة لكن اللعب على الاطراف لن يفيدك في اي شيء في هذه الخطة اصدقاء والى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذا الفيديو وشرحنا سبع خطط كاملة اتمنى في الاستقاع ان تجدوا الخطة المناسبة لفريقكم ولستايل اللعب الخاص بكم كذلك لا تنسونا بدعم لا تنسونا بدعمكم بالزر لايك اشتراك لك على تفعيل زر الجرس وترك تعليق محفزنا وكذلك ترك تعليق حول هذه الخطط وهل قمتم بتجربتها وهل كانت جيدة معكم والعيوب والمميزات التي قمتم باجادها في كل خطة اصدقاء واراكم في فيديو قادم ان شاء الله وداه